موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من منهاج اللغة العربية المعيار اثنان ثلاثة الكفاية العامة القراءة والمشاهدة النشاط الأول مع ابن بطوطة التمهيد أعلل ما يأتي تعليلا مناسبا رغبة الإنسان في السفر حول العالم يشعر الإنسان دائما برغبة في السفر حول العالم لما في ذلك من إثارة وتشويق واكتساب المعارف والتعرف على عادات الشعوب وثقافاتها والاستدادة من العلوم وبحثا عن الرزق نستمع معا إلى قراءة النص دعونا نعد معا بالزمن إلى الوراء لزيارة ابن بطوطة ولد ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب سنة ألف وثلاثمائة وأربعة للميلاد واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة كان رحالة عظيما وكاتبا مبدعا ترعرع في كنف أسرة محبة للعلم وعندما بلغ ابن بطوطة سن الشباب أراد أن يذهب إلى الحج والحج رحلة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية توجه ابن بطوطة إلى مكة عام ألف وثلاثمائة وخمس وعشرين للميلاد وفي الطريق إلى مكة زار شمال أفريقيا ومصر وفلسطين وبلاد الشام وعندما وصل إلى القدس زار بيت المقدس فوصفه وصفا جميلا ورأى قبة الصخرة الموشات بالذهب وشاهد الصخرة نفسها أكمل عزيز الطالب قراءة النص لتجيب معي عن الأسئلة التي تلي بداية مع أسئلة الفهم والاستعاب أحوط الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها ومنها ترعرع عرجة سندسية كنفي حلل نلتو ترعرع بمعنى نشأ وشبه عرجة صعد وارتفع سندسية نوع من نسيج الحرير كنفي حض أو جانب حلل مفرد حلة زي أو ثوب نلت أصبت وبلغت وحصلت أذكر اثنين من المكاسب العلمية التي تحققت من رحلة ابن بطوطة من المكاسب العلمية التي تحققت من رحلة ابن بطوطة معرفة أحوال كثير من المدن والدول والشعوب حصول القارئ على معلومات كثيرة ومفيدة حول البلدان التي زارها ابن بطوطة من كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار لماذا لقب ابن بطوطة بلقب مارك بول المسلم؟ لقب ابن بطوطة بلقب مارك بول المسلم لكثرة أسفاره في البلدان وتقديمه وصفا مفصلا للبلدان التي زارها ولأحوال شعوبها ولمعلوماته الغنية التي ذكرها في كتبه ننتقل معا إلى الممارسة والسؤال الأول أقارن بين رحلتي ابن بطوطة الأولى والثانية وفقا لأوجه المقارنة المبينة في الجدول الآتي وجه المقارنة الشبه الاختلاف أسباب الرحلة والنتائج سنجد أن الشبه في الرحلة الأولى والرحلة الثانية السفر إلى بلدان عديدة أما الاختلاف في الرحلة الأولى كانت رحلة برية أما عن الرحلة الثانية كانت رحلة بحرية أسباب الرحلة في الرحلة الأولى كان السبب من وراء هذه الرحلة هو الذهاب إلى الحج أما في الرحلة الثانية لوصف البلدان وحياة الشعوب النتائج التي خلصت إليها الرحلة الأولى تعرف بلدان المشرق العربي ووصف معالمها ومنها مدينة دمشق أما عن الرحلة الثانية عمله بالقضاء وصفه مدينة هانغشوى الصينية بأنها أكبر مدينة على سطح الأرض النشاط الثاني الأخوان التمهيد أصف ما يلي بلغة سليمة شعور الإنسان وهو يحلق بين السماء والأرض شعور الإنسان وهو يحلق بين السماء والأرض شعور جميل ومبهج وهو يطير في الهواء ويتضاءل كل شيء دونه متمتعا بالجو الساحر في السماء نستمع معا إلى القراءة ولد والبرايت في عام 1867 ميلاديا بولاية أنديانا بالولايات المتحدة وأما أخوه أورفيل فقد ولد عام 1871 في دايتون أوهايو وكلاهما نال قصة من التعليم العالي ولكن لم يحصل أي منهما على شهادة عالية وكان كلا الشقيقين موهوبين في علم الميكانيك ومهتمين بالطيران وفي عام 1892 فتح حانوتا لبيع وإصلاح الدراجات وهذا وفر لهما بعض المال لملاحقة اهتمامهما الطاغي وهو البحث في الطيران ولذلك قراء كتابات كثير من المهتمين بالطيران أكمل عزيز الطالب قراءة النص لتجيب معي عن الأسئلة التي تلي بداية مع أسئلة الفهم والاستعاب أحوط الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها ومنها كللت بمعنى توجت حانوت بمعنى محل تجارة مأثرة مكرمة أو فعل حميد مساع محاولات جلبة بمعنى أحضر أوضح أهمية الطيران في حياة البشرية للطيران أهمية كبيرة في تطور المجتمع في الوقت الحالي فقد عمل على تقصير المسافات بين الناس في مختلف الأماكن ما رأيك في شخصية كل من الأخوين رايت؟ هما شخصيتان مثابرتان محبتان للعمل تستحقان التقدير والإحترام أذكر مراحل وصول الأخوين رايت في التحليق بطائرة شراعية المرحلة الأولى لم تكن ناجحة عام 1900 المرحلة الثانية صممى طائرة أخرى وفشلت أما المرحلة الثالثة كانت ناجحة أقدم دليلاً من حياة الأخوين رايت على عدم اليأس والخوف من الفشل الدليل على عدم اليأس والخوف من الفشل هو استخدام الطائرة الشراعية مرة بعد مرة حتى نجحت المحاولة ننتقل معاً إلى الممارسة والسؤال الأول أقارن بين الطيران سابقاً والطيران حالياً من حيث وجه الشبه والاختلاف والنتائج فكر معي عزيز الطالب سنجد أن الطيران سابقاً التحليق على ارتفاعات منخفضة الوصول إلى الوجهات في وقت طويل والطائرات كانت ذات محرك بطيل أما الطيران حالياً التحليق على ارتفاعات شاهقة الوصول إلى الوجهات في وقت أسرع الطائرات الحديثة العملاقة التطبيق نستمع معاً لعبت المرأة دوراً حيوياً في حياة الإنسان على مر العصور وعلى الرغم من ذلك فقد عاشت قبل الإسلام حياةً ينقصها الكثير من العدل فقد كانت تظلم ولا يحق لها المطالبة بحقوقها وبعض الرجال كانوا يدفنون ابنتهم الرضيعة في التراب خشية العاري وكانوا يفضلون الأبناء على البنات وقد جاء الإسلام بمبادئه السمحة فأضاء حياة البشرية جمعاً فأخرج المرأة من الذل إلى الكرامة ومن المهانة إلى العزة وكفل لها الرعاية الكريمة وجعل لها ذمة مالية مستقلة فجعل لها نصيباً من مال أبيها وزوجها وحقاً في الميراث فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا به أجيب عما يأتي علاقة جملة فأضاء حياة البشرية جمعاً بما قبلها في النص السابق علاقة سبب نتيجة تفصيل أم إجمال والإجابة الصحيحة هي علاقة نتيجة الجملة التي علاقتها بما قبلها في النص السابق علاقة تفصيل هي كانت تظلم ولا يحق لها المطالبة بحقوقها كانوا يفضلون الأبناء على البنات كفل الإسلام لها الرعاية الكريمة الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام نفكر معاً قليلاً سنجد أن الإجابة هي كانت تظلم ولا يحق لها المطالبة بحقوقها من وجوه الاختلاف في حياة المرأة قبل الإسلام وبعده كما ورد في النص السابق أضاء الإسلام حياة البشرية الإسلام هو الدين الحق جاء الإسلام بمبادئه السمحة لا يحق لها المطالبة بحقوقها والإجابة لا يحق لها المطالبة بحقوقها والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة آملين أن نلتقي بكم في حلقات أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة